بدأ معرض الكتاب إذن هذه المناسبة الثقافية التي نعيشها هنا في السعودية بشكل سنوي لكن دائما تبرز التساؤلات حول واقع الكتاب العربي أو في العالم العربي مع كل معرض الكتاب كيف ترى أنت؟ بالتأكيد في السنوات الأخيرة هناك حضور كبير للكتاب قد تكون بالتأكيد دور النشر لها دور إيجابي سواء بمتابعة المنشورات العربية أو حتى بالترجمة لما يستجد من كتب في الفكر والأبحاث الجديدة عالميا من جهة القارئ العربي أعتقد أن هناك متابعة جيدة للمنشورات على سبيل المثال هناك كتاب نشر في فرنسا نشره مؤلفه من الفلسفة الأخلاقية ومن كبار الفلسفة الأخلاقيين نشر في أكتوبر 2021 وهذه السنة موجودة في معرض الكتاب وهذه خلال سنتين نعم خلال أقل من فترة وجيز جدا وهذا لم يكن متيسر للقارئ العربي قبل سنوات هذا كتاب كتاب تتوجي الأصالة لفيلسوف مشهور وأعتقد أن من يعتنون بالأبحاث كانت عندهم هذه المشكلة أن نقل الكتب الحديثة في سواف الفلسفة الأخلاقية وفي غيرها كان يتأخر جدا هذه الكتب تأخذ سنوات طويلة هذه الدعم الكبير للترجمة لا رأيب أنه أثر تأثير إيجابي وأصبحت كثير من الكتب التي نسمع عن ظهورها بعد فترة وجيزة كما في هذا المعرض هناك عنوين كثيرة الكل يتطلع إلى الوصول إليه فأنا أعتقد أن بالفعل المعرض الكتاب ودور النشر بشكل عام قدمت خدمة جيدة ليس هو الكمال ولكن يبقى دور القراء لكن العمل لافت جدا وخصوصا معرض الرياض في السنوات الأخيرة تحدين العام الماضي وهذه السنة المعرض لافت جدا جهة العنوين ومن جهة تيسير وصول هذا التنوع الكبير من الكتب القراء ماذا عن العكس؟ هناك مؤتمر للناشرين على هذا المعرض ولكن واقع دور النشر هل استطعت أن تصل بالكتاب العربي إلى العالمية؟ بحسب المقصود بالسؤال لأن أعتقد أنه لا يتيسر هذا بسهولة يعني لا من جهة المضمون المضمون الذي يمكن أن يقدم ربما هناك شريحة من الكتابات يعني كتابات بعض الكتاب العرب المتميزين نعم قدمت وترجمت إلى الكتابة أجنبية ولكن الكتاب العربي نفسه هل نقول أنه قدم إلى ساحة العالمية؟ أعتقد أن نبكر الجواب عن هذا بشكل إيجابي لأنك بدأت إيجابتك بهذا الكتاب الفلسفة وأهميته للباحثين هل لدينا شيء يمكن أن يستفيد منه الغرب؟ يمكن ولكن أولا هذا بشكل نادر موجود ربما تقول أن هناك بعض الدراسات في الجواب التراثية والشرعية مما هي من المجال الخاص بنا نعم يمكن تقديمه ولكن شريحة المهتمين بهذا المجال عالميا كانت تنحصر على بعض الأكاديميين لكن هل استطعنا أن ننتج أعمالا لطلع عليها عموم القراءة في العالم؟ أعتقد مبكر هذا إلى حد ما ولكن لوضع مبشرة يعني اتساع شريحة نقل الثقافة الأجنبية إلى الثقافة العربية له جوانب إيجابي وسبب التأكيد ولكن الجانب الإيجابي فيه هي تهيئة القارئ المثقف العربي يعني يواكب ما استجد من أسئلة وطروحات في المجال الغربية من يهتم بالكتاب والثقافة بشكل عام يعني يكون له تعامل مباشرة أو غير مباشرة مع الناشر هل غاب الناشر المثقف في الوطن العربي وحضر الناشر التاجر لأنه هناك دائما انتقاد للأسعار وحتى المنصات الإلكترونية لبيع الكتب بدأت منصة واحدة استنسخت التجربة في الوطن حقيقة يعني صعب الإجمال وظلم الناشر العربي يعني بالتأكيد هناك شكوة عامة من ولاء الأسعار قد تكون لها أسباب متعددة يعني أشياء كثيرة ارتفع سعرها ولكن حقيقة وجود الناشر المثقف أنا أعتقد أنه العكس تماما الآن كثير من من لهم عناية بالثقافة يعني انبروا لنشر الكتاب لأنه في السابق كانت دور الناشر تنشر أشياء كثيرة قد لا تكون من اهتمام القراء العرب لكن الذي حدث أن دخول بعض القراء أو المثقفين حتى لو يصنفوا بأن المثقفين كبار لكن لهم عناية ويستطيعون فرز الكتب التي تلقى اهتمام هذا نلاحظ أنه موجود بدليل أن كثير من العنوية المطروحة في بعض دور النشر لافتة وفيها انتقاء ما يدل على أن خلفية الناشر واهتمام الثقافي ساعد على تقديم أو اختيار الكتب المناسبة طالما أنه نحن في اليوم الأول لمعرض الكتاب من خلال تجربتك كيف يمكن للزائر أن يحقق الفائدة والاستفادة المثلة من معرض الكتاب بل لا تتوقف فاظ الفائدة عند التصوير الكتب على تويتر نراها أو في التواصل الاجتماعي و تذيلي بعبارة غنيمة من معرض الكتاب و ينتهي الموضوع وهذه التصرفات قد تكون مراهقة إلى حد ما ولكن هناك قاعدة تقول أن الكام ينتج كيفا فرواج الكتاب حتى لو كان هذا الرواج يعني فيه قدر من يعني هذا التكاثر و هذا الاستعراض لكن لا بأس يعني مع الوقت سوف يعني الزبد يذهب و يبقى نعم فهناك قراء حقيقة هناك قراء و أنت تعرف أن هناك في ما يسمى بعلم العلامات بالسيمائيات أن كل العلامات الموجودة ترس الرسائل فوجود الكتاب بهذا الحجم و وجود هذه الأيام في معرض الكتاب بالتأكيد أنه سلفت نظر عدد كبير من الناس الذين ليس لهم عناية و معرفة بالكتاب يعني بمعنى أنه سيحصد المزيد من القراء حتى من يذهب لغراض التنزه أو ما شابه هذا يعني مع الوقت و هذا مجرد بملاحظ بدليل أننا كثير من الناس الذين لديهم في البيت مكتبة صغيرة ينشأ الأبناء على محبة الكتاب و التأثر به بسبب هذه الرسالة ترسلها العلامات المحيطة بنا و هذا يعني أمر مرصود و معروف فكيف في وجود معرض بهذه التظاهرة بهذا الحجم تغطيها وسائل الإعلام و تغطى بوسائل التواصل و مليئة بالفعاليات ليس فقط بحيث الكتاب أعتقد أن هذا له أثار جيد و ينبغي أن ننظر لها بجانب إيجابي رغم كثير من السلبيات لكن يبقى أنه أمر لافت جدا و ينبغي أن يشكر القائمون عليه هل تؤيد تقديم ترشيحات للكتب قبل معرض الكتاب من المثقفين و من المتخصصين في مجال ما لأنه هناك عناوين كثيرة جدا و الزائر قد يضيع و هناك انتقاد أنه الكتب كثيرة و المؤلفون يكتبون في كل شيء و هذه الكتب قد لا يقراها إلا أصدقاهم مجملة نعم صحيح هذا بالفعل مهم و يعني إذا استحضر هذا الذي يقدم النصيحة مبدأ الأمانة و المسؤولية فهذا شيء جيد يعني هناك من يقدم الكتب بسبب أنه يسمع مدح لهذه الكتب أو أن هناك موجة امتداح لها هذا غير مسؤول لكن كثير من من يتصدرون في تقديم هذه الكتب و هذه النصائح أعتقد أنهم يعني في قدر من النصح و في قدر من الأمان و في قدر من الصدق و لا يستطيع الإنسان أن تكون كل مقرؤاته جيدة هذا صعب جدا يعني يحتاج أن يمر بتجربة سنوات طويلة يندم على بعض الكتب التي قرأها ولكن هذه السنوات تظل هي جزء من تكوينه و جزء من نضج جهازه النقدي بحيث يستطيع أن يعرف ما الذي يقرأه و ما الذي لا يقرأه يظل وجود هذا الكم من الكتب في مكان واحد أمر لافت جدا و مهم للقراء جدا في موضوع الكتاب يعني الدعاية للمنتج الثقافي أو للكتاب عمل من؟ لأنه لاحظنا قبل معرض الكتاب و حتى هذا المعرض القراءة لا عزاء كتابي موجود في در كذا سوف أحضر لتوقيع كتابي كذا يمكنكم شراء كتابي كذا هل هو عمل المؤلف من الناشر؟ في حدود علمي أنه عمل مناشر في الأصل ولكن الكتاب الجيد لا يحتاج إلى دعاية الكتاب يروج بنفسه و إن كان ربما بسبب البعد التجاري في دور الناشر فهي تعمل بالتأكيد على ترويج هذه الأعمال إنما يبقى أن الكتاب الجيد يروج نفسه على الهامش المضمون هو الأهم في أي كتاب لكن الشكل هل له تأثير برأيك حجم الكتاب إخراجه طباعة و جودات الورق؟ نعم كما تفضلت المضمون هو الأساسي ولكن بالتجربة ثبت أن الحجم له دور فالكتب اللي تكون بحجم معقول تساعد القراء على إنهاء الكتاب بوقت معقول إضافة إلى طريقة الإخراج الورق و وضوح الخط و يعني أن لا يكون مؤذين للعين هذه مجموعة اعتبارات ثبت أنها بالفعل لها أثر على ترويج الكتاب دور النشري تعتني بهذا الجانب تجد كتبها أكثر رواجة هناك انتقاد يوجه للمثقفين بأنهم دائما ينتقدون الثقافة الاستهلاكية في المجتمع ولكن قبل أي مارض كتاب هم يروجون لكتابي موجود هنا تستطيعون شراء و هناك خصم يعني أليس هذا تناقضاً مع في النهاية يعني هو طلب إعلان مثل بقية الإعلانات نعم صحيح صحيح يعني يظل المثقف يعني بشرياً وتظل يعني ينتابه و ينتاب غيره ولكن يعني ربما ما الأفضل أن يقال حينما تذهب إلى مارض الكتاب ليس الغرض الرئيسي كما تفضلتوه يعني التصوير و الاستكثار هذا نوع من التكاثر الذي ورد يعني النهي عنه في القرآن و التكاثر بالكتب و المعرفة كما هو التكاثر في الأموال و غير ذلك و لكن ربما أن يعني عناية الإنسان يعني أن يكون الإنسان حاضر لديه السؤال الأخلاقي عندما يذهب إلى المعرض و يبحث عن الكتب التي يعني تنمي لديه الحس الأخلاقي و الحس القيمي و الحس الروحي قد يكون هذا شيء جيد بالنسبة له يعني لا ينبغي أن تكون الثقافة أداة لعامل استهلاكي المفروض أن الثقافة كلمة التثقيف يعني ما التقويم ثقافة بمعنى قوة فالثقافة دوره تقويمي و التقويم من القيمة و ينبغي أن يعني يكون للقراء هدف رئيسي فيه و هو يعني تقويم أنفسهم بهذه القيم الأخلاقية و الروحية و البعد عن هذا الجانب الاستعراضي و الاستهلاكي الذي ليس له قيمة في الحقيقة هو من التفاهة التي تسعى الثقافة و تسعى نشر الكتب و مثل هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة تسعى لمحاولة لقاية و مقاومة هذا التفشي للتسليع التافة لكن لم تكن موجودة في النسخ الأولى من معارض الكتاب في السعودية ربما لغياب أيصلا تقنيات وقتها كما تفضلت صحيح لا شك أنه وسائل التواصل لهذا الدول بالتأكيد لكن بالمقابل يعني النسخة الحديثة الآن من معارض الكتاب تتميز بأشياء كثيرة جدا مثل يعني توسيع مفهوم الثقافة وجود عدد من المناشط مسرحيات بالفعل يعني هذه اللقاءات هذه أشياء محمودة جدا و لها دور يعني في السابق كانت معارض الكتاب فقط تكتفي ببيع الكتاب و لا يعرفها إلا من يذبه و لكن الذي حدث الآن كانت دور النشر العالمية تتميز بأن هناك سبوع ثقافي من ضمن فعاليته معارض الكتاب فتجد أن وسائل الإعلام و الصحافة و هناك انتشار واسع لهذه الفعالية و أحد فعالياته معارض الكتاب فنحن الآن تقريبا يعني بدأنا نسد هذه الثغرة هناك تغطية واسعة إعلامية و هناك هذا نفس المعرض أصبح مجمع لمثقفين و ل يعني مرتادين يعني مجال الثقافة و النشر و يتعرف بعضهم على بعض أعتقد أنه سبوع حافل يعني بالفائدة هناك حراك لافت يعني يلحظه من يتابع المجال الثقافي أو الأدبي في السعودية و في العالم العربي لكن هناك انتقاد بالنسبة دائما أنه نسبة القراءة و استهلاك العالم العربي من الورق المستخدم في طبعة الكتب على سبيل المثال هل هذا يعني أمر مقلق بالنسبة لنا أم أنه قد يكون هناك قراءة إلكترونية في النهاية بالتأكيد أنه يعني انحسار بنسبة القراءة و النشر في العالم العربي لا شك أنها مقلقة ولكن حقيقة أني لا أعرف عن دقة كثير من المقارنة التي تكون في هذا المجال هذه مقارنة موجودة منذ سنوات ولكن لا أعرف عن دقتها ولكن المشاهد الذي نلمسه الآن هو أن هناك انتشار كبير الكتاب قد يكون هناك ناقد لحجم القراءة نفسها أو الاستفادة من القراءة نعم هذا يعني مفهوم ولكن هل الحجم النشر أو وجود الكتاب بنفس الانحسارة بالتأكيد لا هناك كمية هائلة من الكتب تطبع و أنا سعيد حقيقة بهذه الملاحقة يعني ما يستجد من يعني في السابق مثلا كانت المشاريع الفكرية تظهر في المغرب مثلا و في تونس و لا يطلع عليها المثقف الخليج إلا بعد سنوات في حين نحن الآن يعني بشكل سريع جدا الكتاب المؤلف ينهي كتابه و نجده موجود لدينا و ضربت لك مثال يعني الكتاب الذي يظهر في فرنسا و هو كتاب قيم جدا يظهر بعد عدة شهور سنة و نصف ربما في لدينا فهذا أمر لافت و يستحق و أنا أعتقد أن هذا سيكون له أثر يعني على مستوى الثقافة و القراءة في يعني بالسعودية بالتأكيد ولكن بشكل عام يعني في منطقة الخليج هل المهم هو ماذا يقرأ الزائر أو ماذا يختار أم المهم هو أن يقرأ أي شيء يعني نستطيع أن نقول هي مراتب لا شك أنه المرتبة الأعلى و أن يقرأ بشكل جيد و يختار كتابة نوعية يعني أكثر أصالة و جودة و من الكتب التي تكون الغرض منها يعني الكتب العامة التي فيها ثقافة عامة أو الغرض منها الكسب التجاري لكن القراءة بشكل عام مفيدة يعني حتى من يعود نفسه على قراءة كتب أدنى لاحقا سيكتشف يعني مستويات أعلى من الجودة و يبحث عنها ترجمة نانسي قنقر